المسيح يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد والمسيح نفسه قال لي خراف أخر فهو طلع عن الفكر اليهودي مش بس أنه أنا بوحد أصباط إسرائيل الاثنى عشر لكن أنا أيضا أجمع الأمم مع شعب إسرائيل حتى يكونوا رعية واحدة وراعين واحد المسيح هو الذي يبني الهيكل أنا بتكلم بحسب الفكر اليهودي رائع إذا حاجزين نفهم الآية من جزورها أرجع لليهودي وأشوف فهمها اليهودي يؤمن أنه المسيح أو النبي هو الذي يبني الهيكل المسيح قال أنقذ هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام يعني اليهودي لما نقرأ إنجيل يحنى كان بيدرك كل الإدراك ماذا كان يقصد يسوع المسيح